توقف قلبه فجأة مما حال دون وصول الأوكسجين إلى دماغه فدخل في حالة إغماء لقد بدأ أن الحاج محمد عبد علي من قضاء طويريش قد فارق الحياة وهو مرتدي السوال وقد جاء معزينا المولاء بالفضل العباسي بذكرى أربعينية سيد الشهداء عليهم السلام إلا أن خدمة العباسي عليه السلام حال دون ذلك من خلال إنقاذه بحرفية عالية ووقت قياسي بالبدء بالإنعاش القلب الرأوي المبكر مع أعطاء الصدمات الكهربائية باستعمال جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي الـ AED الذي تم توفيره داخل العتبة المقدسة لا اليوم كانت زيارة لأكاديمية الكفيل للإسعاف والتدريب الطبي الحاج محمد عبد علي وهو قادم وزائر الأبو عبد الله الحسين وبالفضل العباس هذا الزائر تعرض إلى حالة السكتة القلبية أو توقف عضلة القلب خلال زيارة الأربعين والحمد لله تمكن كادر وفريق أكاديمية الكفيل للإسعاف والتدريب الطبي من إنقاذه طبعا بعد متابعة الحالة تبين أنه الحاج كان عنده ما يسمى علميا بالفندريكولر فبريليشن أو الارتجاف البطيني كان يحتاج تدخل طبي كان يحتاج نعاش قلب رئوي وكان يحتاج صدمة كهربائية الحمد لله تمكن الأخوة المسعفين المتقدمين من تقديم الصدمة الكهربائية من خلال الأجهزة التي نصبتها أكاديمية الكفيل والعتبة العباسية على جدران الحرام الشريف رجل ستيني العمر يعود قلبه ينبض من جديد بعد أن استمر أبطال أكاديمية الكفيل للإسعاف والتدريب الطبي بين عاشه لمدة 45 دقيقة ليعود ويكمل حياته يناد المؤمنين للصلاة من خلال آذان في مسجد منطقته أذنت ووصلت صلاة الصبح وكملت ومبدلت ملاشر البزراج السوداء والأحزام الأسود وتوجهت إلى أبا عبدالله الحسين للزيارة أنا كل سنة أروح مشي من بيتنا إلى الحسين عليه السلام يوم الأربعينية وأني مشيت من بيتنا لحد ما نخلت أبا الفضل العباس العتبة العباسية فأني مديت على جيبي دخت ووقعت يوم الصورة يوم الساعة أبا الفضل العباس وقعت ما ده بنفسي بعد إلا أن بعدين وراء ساعة ساعتين حسيت نفسي آني وين مديني المستشفى وانقذوني الشباب شباب العتبة العباسية خطة أكاديمية الكفيل للإسعاف والتدريب الطبي للعام الماضي في زيارة أربعينية تمثلت في نشر فرق للإسعاف متخصصين في عمليات إنقاذ المصابين في حال تعرض أي زيار من الزائرين لحالة مرضية أو إصابة قادرين على التدخل مباشرة أنت آمن في ضيافة العتبات المقدسة شعار رفعته ملاكات أكاديمية الكفيل للإسعاف والتدريب الطبي حيث قاموا ببذل جهود استثنائية لإسعاف وإنقاذ الزائرين الذين تعرضوا إلى حالات استوجبت تدخلهم وما هذه الحالة إلا واحدة من بين العديد من الحالات التي تم إنقاذها ويعود الفضل للدورات التطويرية التي تحرص عليها العتبة المقدسة